هذا كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته بالعاصمة الفرنسية باريس مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا وحسب ما صرح المتحدث وزراء البرتغالي السفير بسام راضي فقد بحث الرئيس الوزراء البرتغالي تطورات الأوضاع الإقليمية في ضوء تحديات كبيرة وهو منطقة الشرق الأوسط حيث اتفق الجانبان على مواصلة التنصيق الحثيث بين البلدين في هذا الصدد وأعرب الرئيس السيسي خلال اللقاء عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات كما أشهد الرئيس السيسي بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبي وبجهودها في دعم القضايا الإفريقية التقى السيد الرئيس عبد الفتح السيسي بمقر إقامة سيادته بالعاصمة الفرنسية باريس السيد أنتونيو كوستا رئيس وزراء البرتغال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس أعرب عن تطلع مصر لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الثنائية مع البرتغال وتفعيل أطر التعاون المشترك على جميع المستويات كما أشهد السيد الرئيس بالرئاسة البرتغالية الحالية للاتحاد الأوروبي وجهودها في دعم القضايا الإفريقية تم من انسيادته التنسيق الوثيق بين البلدين الصديقين إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومؤكدا في هذا الإطار أهمية استمرار وتعزيز آليات التشاور المنتظم والدوري بين البلدين ترجمة نانسي قنقر